لم تقتصر تداعية التصعيد بين إيران وإسرائيل على الجانب الأمني والسياسي فقط بل امتدت آثارها إلى أبعد من ذلك حالة من الإرباك أصابت حركة الطيران العالمية مع تزايد المخاوف منذ الحديث عن الهجوم الإيراني على إسرائيل وحتى بعد إتمام طهران لهجومها تخشى بعض شركات الطيران العالمية من حدوث رد انتقامي يهدد مجالاتها الجوية خاصة في حركة السفر لأوروبا وآسيا شركة الطيران تدرس مجموعة من الخيارات المحدودة بعد أن واجهت إغلاق المجال الجوي في أعقاب أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل من أراضيها حيث قام عدد من الشركات بإعادة توجيه أو تجنب مناطق للطرابات في سلسلة من القرارات التي من شأنها إطالة أوقات الرحلات وزيادة تكاليف الوقود وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي واصلت إصدار تحذيرات في المجالين الجويين لإيران وإسرائيل وعلى الرغم من أنه لم يكن يوجد خطر بالنسبة لتحليق الطيران المدني في أي وقت إلا أنها تراقب عن كثب الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره على الطيران المدني تراقب وقلق يسيطر على منطقة الشرق الأوسط في ظل التصعيد المستمر على جبهات عدة وقلق أكبر من تأثير تلك الصراعات على مختلف مناحي الحياة أمنيا واقتصاديا واكتماعيا اشتركوا في القناة